اشتركوا في القناة جزئيا نحو الجنوب الغربي احتمال لبعض الخلايا الرعدية منعزلة نحو السورة وخلايا الرعدية موسمية تبقى تنشط بمرتفعات الهوغار والتسلي إلى غاية أقصى الجنوب مع أمطار محلية خاصة بأقصى الجنوب عن الحرارة القصوى خلال ظاهرة اليوم بأن لا تكون فصلية على السواحل مقيس من بين 30 إلى 33 درجة لكن ترتفع كلما تجهنا نحو أقصى السواحل الغربية لتقارب 36 درجة بوهران نفس المقياس بيتيزي وزوب بباتنا أيضا ترتفع إلى 41 درجة بغديزان أما جنوبا مقيس ما بين 38 إلى 40 درجة من الواحد نحو منطقة السورة ترتفع إلى غاية 44 درجة ببشار 36 درجة بثمن راس 50 درجة ستكون دائما كأعلى من قياس مع أجواء حرارة بالصحراء الوسطى فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح مبين 18 إلى 23 درجة هذا على كل المناطق الشمالية مبين 27 إلى 30 درجة بكافة شمال الصحراء والجنوب الشرقي 28 درجة بيتندوف وترتفع إلى 34 درجة بصحراء الوسطى بينما لن تتعدى 25 درجة بمرتفعات الهوغار عن حالة البحر لنهار اليوم إذن يبقى البحر مضطرب إلى خاصة سواحل الشرقية وكذلك سواحل الغربية الراية من برتقالية إلى حمراء يجب دائما اتباع راية رجال الحماية المدنية الرياح ستكون قوية نسبيا نحو سواحل الغربية تصل 50 كم في ساعتتنا من شرقية إلى شمالية شرقية أحيانا تدور إلى شمالية تماما نحو سواحل الشرقية أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم دائما التوقيت يناسب العاصمة ودواحيها سيكون في حدود الساعة السابعة مساء وتسعة وأربعين دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة طبع يومكم وإلى اللقاء